لما يكون عندنا لعيب في قطاع النشيب الناد الأهلي ونكون احنا في الأشبال أول ناس اتكلمنا عليه والحمد لله الناس تبدأ تعرفه من عن طريقنا ويبدأ ياخد فرصته في الفريق الأول ويثبت نفسه ونكون احنا السبب بنكون أسعد الناس في برنامج الأشبال كل فريق العمل ضفنا النهاردة واحد من اللعيبة اللي احنا صلتنا الضوء عليهم من حوالي 3-4 سنين بدأنا نقول اللعيب ده هيكون ليه مستابل إن شاء الله في الدرجة الأولى الناد الأهلي برحب بيضيفي وضيفكم النهاردة كابتن أحمد نبيل كوكا نورا كابتن أحمد حبيب يا كابتن سامة ربنا خليك ومبسوط إن أنا مع حضرتك النهاردة وفيتي كنات الناد الأهلي ودائما بتشرف بوجودي مع حضرتك والله قول لي بقى في البداية كده هي كوكا ولا كوكا هي كوكا كوكا زي ما أنا قلتها صح هي كوكا طيب قول لي بقى كوكا دي جات من اين أنا زمان والدي كان بلعب كرة فكان معا حد أشوى الوردو كان اسمه كوكا فكت أنا صغير أنا من صغري كنت أشوى ودائما بلعب كرة كتير في الشارع وكده فكنت شبهة صاحب والدي داوي فطلع والدي طلع عليه اسم دا بقى تمنين أصلا بقى أقول لي أنا أصلا من البساتين لكن أنا حاليا أنا قاعد في المعادي لكن أنا أصلا من قاهر يعني أنا من قاهر مش من مختربين لا لا قاعدين في الصراحة النادي أنا من البساتين منطقة شعبية كده أهلا ناس جميلة أحسن ناس أهل المناطق الشعبية كلها حبيبية قول لي بقى يا بطل البدايات مهمة جدا لما أنت كنت بتلعب وواحد شابهك كوكا وباباك سماك على كوكا إزاي بتدى المشوار ومين اللي قالك على النادي الأهلي وجات فكرة النادي الأهلي إزاي هو أنا في الأول كنت بلعب في مركز شابه البساتين اللي هو في منطقتي أصلا وأنا عندي أربع سنين عدت فيه أربع سنين بالزبط وبعدين رحت النادي الأهلي كابتن أحمد عبدالهادي ده اللي كان موجود في مركز شابه البساتين وده اللي قال إن فيه ختبارات في النادي الأهلي وكده لما أنا رحت النادي الأهلي ما كانش لسه سنة عمل يعني ما أوليد 2001 ما كانش لسه تعمل أنت رحت كان عندك كم سنة وتها؟ أنا رحت كان عندك بسبع سنين أه ده لسه كنت بتلقي على الأهلي من 8 و9 سنين كنت لسه صغير جدا أنا دلوقتي ما شاء الله الحمد لله بقلي 13 سنة يعني في النادي الأهل فأول ما روحت كان أصغر سنة كنت موليد 2000 يعني 2001 أصلا ما كانش لسه تعمل لسه الفرقة دي متعملتش فأنا نزلت معهم 3 شهور وهم النادي الأهل يعني الحمد لله ما مردوشي مشوني قالوا لي أنت هتنزل أكديمية 3 شهور وفرقيتك هتتعمل يعني في فترة قريبة كده فرقيتك هتتعمل نزلت أكديمية النادي الأهلي مع كابت الناصر والحمد لله يعني بعدها في فترة قليلة فرقيتك هتعملت وطلعت يعني في الفترة دي النادي الأهلي ما استغناش عنك وجهوك التوجيه الصح عشان تفضل تحت عيون المدربين فأنت اتمرنت في الأكاديمية لمدة سنة وبعد كده طلعت تاني الكتار لحد دم فرقيتك هتعملت بالزبط نزلت سنة الأكاديمية لحد دم فرقيتك هتعملت وبعدين طلعت التاني مع فرقيتك بقى الليها 2001 أول واحد مرنت مين بقى في الكتار كان مدرب كابتن عصام صلاح كابتن عصام مدربين محترمين بالزبط كابتن عصام صلاح بعدين كابتن ياسر محمدين وكابتن أحمد جمال بعدين كابتن محمد شرف وكابتن اسحق أول بعدين كابتن أحمد صراج وكابتن زكريا وكابتن ممدوح وكابتن ياسر رضوان طبعا مدربين كلهم محترمين